بسم الله نستهل استقبل صاحب السمو الشيخ بحمد بن زايدان هيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ بحمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأخاه صاحب السمو والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وتبادل سموهم خلال اللقاء الذي جار في مجلس قصر البحر في أبوظبي الأحاديث الأخوية الودية وبحثوا عددا من القضايا التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن والارتقاء بمستوى جودة الحياة التي يطمح إليها سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الراخاء والاجدهار كما تبادل سموهم التهاني بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي سالما إلى الأرض بعد إنجازه أطول مهمة في الفضاء في تاريخ العرب معربين عن شكرهم وتقديرهم لشركاء النجاح وكل الجهود الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي ترجمة نانسي قنقر